بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الرابع ابتداء الأبطال من برامج ومعاهد التربية الفكرية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان اليوم عندنا مهارة جديدة في مادة التربية البدنية هي أهمية تعويض السوائل أثناء المجهود البدني قوانين التعلم عن بعد يا أبطال القوانين هذه أكيد أنكم كلكم التزمين وتعملون فيها يا أبطال أولا جهز كتبنا وأدواتنا التي نحتاجها نستمع إلى الدرس بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص يا أبطال فوائد ممارسة النشاط البدني يرفع مستوى اللياقة البدنية يحسن الصحة العقلية والمزاجية يحافظ على الوزن الصحي المناسب يقيك بإذن الله من أمراض عدة كأمراض السكري والسمة ويخليك قادر على ممارسة جميع أعمالك اليومية خصوصا الرياضية رسالة أكيد لأولياء الأمور الأفاضل أنهم يكونون موجودين معنا أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم بما أننا نتكلمنا يا أبطال عن أهمية ممارسة الرياضة يا أبطال أكيد كلكم أبطال ومتحمسين لممارسة الأنشطة الرياضية أولا يا أبطال قبل أن مارسة الأنشطة الرياضية لازم نؤكد ونتأكد دائما من أن المكان آمن لممارسة نشاط البدني يكون المكان مهيئ وآمن لممارسة النشاط البدني فعوامل الأمن والسلام أهم من ممارسة النشاط البدني أيضا يا أبطال يجب علينا أن نرتدي زي الرياضي أثناء ممارسة الأنشطاء الرياضية إذا الكل جاهز وواقف في مكان آمن يا أبطال على القدمين قف أول تمرين معنا لهذا اليوم الجريء الخفيف في المكان مثل ما نشايفين يا أبطال الجريء الخفيف في المكان نفعل مع بعض يا أبطال مع بعض تمرين جمعاء ابتدي واحد، نين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة واحد، نين، ثلاثة، أربعة، خمس، ستة، سبعة، ثمانية، تسع، عشرة يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول فلندخل على التمرين الثاني، التمرين المعروض أمامنا يا أبطال ثاني الجزء بأربعة عدات ناحية اليسار و بأربعة عدات ناحية اليمين نبدأ بجهة اليسار يد في المنتصف ويد فوق الرأس تمرين جمعاء ابتدي يسار آخر مرة جماعة قف أعطيكم العافية أبطال أكيد مع أداء تمرينين أبطال نبضات القلب بدأت بالارتفاع مما يسبب لنا تعب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية لذلك لازم نتنفس عن طريق عملية الشهيق والزفير والتي هي سحب الهواء من الأنف بكل هدوء وإخراجه بكل هدوء من الفم سألوها مع بعض يا أبطال من مرتين إلى ثلاث مرات نسحب الهواء بكل هدوء من الأنف هذه عملية الشهيق ثم نخرجه بكل هدوء من الفم وهذه عملية الزفير يا أبطال تمرين الثالث تمرين سكواتي أبطال تمرين سكوات نفتح القدمين باتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن والنزول بعدة كاملة مع الصعود يا أبطال جاهزين مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر يعطيكم العافية يا أبطال تهينا الآن من جانب الإحماء ندخل على جانب الإطالات أول تمرين معنا أكيد كلكم أبطال مجرد ما تشوفون ثاني للجذع بالأسفل ونشوف مد للركبة ومحاولة الثبات والوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له هذا التمرين يخدم العضلة الخلفية للفخث يا أبطال جاهزين نبدأ بالقدم اليمين نزول كامل مع عدم ثانية الركبة مع بعض تمرين جماعة يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال تمرنا التمرين للعضلة الخلفية للفخث الآن التمرين القادم للعضلة الأمامية للفخث يا أبطال تمرين يظهر معنا بالصورة يا أبطال من خلال التستناد على حائطة وعلى جسم ثابت ومحاولة سحب القدم حتى تشعر بالعضلة الأمامية للفخث نبدأ مع بعض يا أبطال تمرين جمع ابتدي واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة القدم الأخرى يا أبطال قدم الأخرى واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال بكذا نكون انتهينا من تمرين الأحماء نذكر أن أهمية تمرين الأحماء تكمن يا أبطال أثناء المنافسات مرتفعة شدة الكثير منكم أكيد يشاهدوا مبرايات كرة القدم خصوصا لاعبي كرة القدم يمتلكون لياقة عالية جدا يا أبطال لكن ينزلون قبل انبرايات يجرون حركات الإحماء حتى لا يتعرضون لإصابات عضلية لذلك الإحماء جزء مهم قبل البدء في أي منافسة رياضية متوسطة أو مرتفعة الشدة يا أبطال يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل لدرسنا لهذا اليوم أهمية تعويض السوائل أثناء المجهود البدني ما أهمية تعويض السوائل عند ممارسة نشاط بدني يفقد الجسم مقدارا من السوائل نتيجة التعرق ويؤدي عدم تعويض هذه السوائل مفقودة أثناء المجهود البدني خاصة في الجو الحار إلى التعرض للخطر أحيانا قد يصل الخطر يا أبطال أنه يحصل يمكن دوخة أو حالة إغماء بسبب أن الجسم فاقد السوائل ممكن يتسبب سقوطك على جزء أو حاجة حادة أو حاجة ممكن تسبب لك إصابة وتكون إصابتين إصابة بسبب إغماء دوخة بسبب قلة شرب الماء أو قلة تعويض السوائل يا أبطال وبسبب أيضا أنك سقطت بشكل غير آمن يا بطل لذلك تجنب الإصابات هذه من خلال شرب الماء بشكل مستمر التعرق حاجة طبيعية ومفيدة للجسم خصوصا أن عوامل التعرق عندنا كثيرة جدا ورح نذكرها اليوم إن شاء الله ونعرف يا أبطال أهمية شرب الماء خصوصا لتعويض السوائل يفقدها الجسم أثناء التعرق ونقص تعويض السوائل التي يفقدها الفرد يؤدي إلى خفض قدرة الجسم على التعرق مما يرفع من درجة الحرارة الداخلية للجسم معناتها إذا ما في سوائل ترتفع درجة الحرارة الداخلية للجسم يا أبطال وبالطبع كل هذا يؤدي إلى حدوث الإصابة الحرارية شايفينه الصورة يا أبطال معبرة جدا الصورة تبين أنه عدم شرب الماء ممكن يسبب لك تعب إرهاق وقد يصل إلى أكثر من ذلك من السلوكيات الخاطئة في الحياة خصوصا في فصل الشتاء الكثير مننا يا أبطال لا يشرب الماء إلا عند العطش خصوصا أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وهذا سلوك خاطئ يا أبطال شرب الماء ممتاز جدا لصحتك ومفيد جدا لصحتك فيجب عليك شرب الماء طوال اليوم حتى تعوض وتعطي جسمك الحاجة التي يحتاجها من الماء وأيضا تعوض السوائل التي يفقدها جسمك من خلال العوامل التي تأثر على التعرق حرارة الجو الملابس التي ترتديها وأيضا يا بطل من خلال آداء الأنشطة الرياضية أكيد قبل قليل لما مارسنا رياضة البعض منكم تعرق وكلما زادت شدة التمارين أو وقت أداء التمارين كلما تعبنا أكثر يا أبطال وزادت كمية التعرق التي تخرج من كل مكان في الجسم كذا الجسم يفقد سوائل كثيرة يجب علينا تعويضها ودائما نذكر أن تعويضها يكون من خلال الماء والماء فقط يا أبطال ويساهم شرب كميات كافية من السوائل في الحدي من ارتفاع درجة حرارة الجسم ومن ثم يحافظ على اتزان نسبة السوائل معناتها يا أبطال شرب كميات كافية من السوائل ونركز هنا على الماء يا أبطال ونحاول ما نستبدل الماء بمشروبات طارة في الحدي من ارتفاع درجة حرارة الجسم يعني معناتها مجرد ما أشرب الماء أو السوائل اللي تعويض التعرق ترتفع درجة حرارة الجسم يا أبطال ثم يحافظ على اتزان نسبة السوائل في أجسامنا يا أبطال لذلك يا أبطال لما نقول لازم نشرب الماء نشرب طوال اليوم لا تنتظر أن تعطش حاول أنك تقيس كمية شرب الماء بالأمس واليوم ومحاولة تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها من خلال شرب كميات أكبر من الماء تبدأ به صباحك وتستمر حتى الظهيرة والعاصر والمغرب والعشاء طوال يومك يفترض أن تشرب الماء يا بطل بعد ذلك حاول أن لا تستبدل الماء بمشروبات أخرى قد تسبب الضرر على جسمك صحيح أن الكثير من السوائل قد يعوض السوائل الذي يفقدها الجسم ولكن قد يسبب أضرار أخرى لكن الماء بالعكس مفيد لصحتك وأيضا يعوض السوائل الذي يفقدها الجسم من خلال التعرق أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية وأيضا من خلال التعرق بسبب حرارة الجو ومن خلال الملابس التي نرتديها يا أبطال توصية يجب عليك شرب الماء طوال اليوم وهذا الذي ذكرناه يجب عليك ليس أنت فقط يا بطل بل من حولك يجب عليك أن تذكرهم بأهمية شرب الماء طوال اليوم تحسب كمية شرب الماء التي يحتاجها جسمك حاول أن تصل إلى هذه الكمية بشكل يومي لا تحاول أن تركز شرب الماء في وقت واحد اجعل شرب الماء طوال اليوم لا تنتظر أن تعطش حتى تشرب الماء بل اشربه طوال اليوم يا بطل اثنين مشاركة ما تعلمته من فائدة لشرب الماء وتعليمه لمن هم حولك أكيد يا أبطال احنا تعلمنا معلومة جدا مفيدة لازم دائما إذا شفنا أصدقائنا يشربون مشروبات ضارة لازم ننبههم وننصحهم أنه عدم شرب الماء يكون أمر خاطئ باستبداله بمشروبات أخرى مثل شرب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات الضارة فيجب علينا توصية من هم حولنا ونصحهم بعدم شرب سواء الأخرى تكون ضارة بل تحريصهم أو حرصهم على شرب الماء وهذا يكون نصح لمن ناس اللي هم حولنا لأننا أكيد نحبهم يا أبطال فأكيد لازم نتمنى لهم الخير مثل ما نتمنى لأنفسنا يا أبطال لذلك احرص على نفسك أولا ثم من هم حولك يا بطل ثلاثة عدم استبدال شرب الماء بسواء الأخرى لما نتكلم عن سواء الأخرى وهذه سلوكيات أكيد خاطئة لما تشوفها في نفسك بتشوفها برضو باللي حولك يا بطل هل تشرب المشروبات الغازية هل تشرب مشروبات الطاقة اعرف أنها لها أضرار كثيرة بل بعض المشروبات يضع تحذير على بعض المشروبات أنها ضارة لفئات معينة لذلك يا أبطال يجب عليك الابتعاد عن كل ما يضر بجسمك يجب عليك شرب سواء تكون صحية مثل شرب العصيرات أو البدائل المفيدة الأخرى مع أهمية عدم ترك شرب الماء يجب عليك شرب الماء طوال اليوم وإذا حبينا نشرب سواء الأخرى نشرب أشياء مفيدة مثل العصيرات نتجنب أي شيء ضار وهذا الشيء لأنفسنا و لصحتنا يا أبطال وأيضا ننصح منهم حولنا أن لا يستبدلون الماء والمشروبات الصحية بمشروبات ضارة يا أبطال مراجعة لدرسنا يا أبطال هذا اليوم السؤال الأول لا يعتبر التعرق أحد أسباب فقط السواء لدى ممارسين أنشطة رياضية أكيد كلكم أبطال كلكم تمارسون رياضة لما نمارس الرياضة هل نعرق؟ أكيد يا أبطال نعرق كلما زادت شدة التمرين ووقت أداء التمرين كلما زادت كمية العرق التي تتخرج من أجسامنا فهنا يقولك أن التعرق لا يعتبر أحد أسباب فقط السواء عندما نمارس الرياضة يا أبطال هل إجابة صحيحة أم خاطئة يا أبطال؟ شوف الإجابة مع بعض إجابة خاطئة بل يعتبر التعرق أحد أهم الأسباب لفقد السوائل لدى ممارسي الأنشطة الرياضية السؤال الثاني هل يساهم شرب كميات كافية من السوائل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم حتى لا ترتفع درجة حرارة جسمك يا بطل؟ هل بشرب كميات كافية من السوائل خصوصاً الماء يا أبطال يحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم؟ إجابة صحيحة أم خاطئة؟ إجابة صحيحة نعم يساهم شرب كميات كافية من السوائل في الحد من ارتفاع درجة حرارة الجسم في ختام الدرس يا أبطال احرص على شرب الماء طوال يومك أتمنى أنكم تكونوا استفدتم و استمتعتم معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله